في الاثناء يكتب التقرير عن حادثة قطار القليوبية تزامنا مع ارتفاع صوت الموت الذي اسكت 16 روحا من المصريين حدث هذا قبل ايام قليلة بعدد اقل وكأن ارواح المصريين كتب لها ان تصبح عددا على الشاشات تفجع القلوب ولا شيء يوقف مجازر القطارات فيها صهاج كانت القصة الاكثر فجاعة قبل ايام ايضا حينها لم يسعف صوت المناشد ان يشفع له في رحلة جديدة من موت مؤكدة تخرج ثماني عربات عن سكتها لكن مصدرا صحفيا مصريا قال للتغيير ان ما يتداوله نشطاء كشف عن هذه الصورة التي تؤكد غياب الرقابة والاهتمام لارواح من يركبون قطارات الرحلات اليومية بالمئات او ربما بالالاف فهي وسيلة النقل الاقل كلفة لبلد يغرق بالفقر والصعاب توك توك على سكة الحديد يوضع كسبب لأحد اسباب الموت هنا لا غرابة يترافق شركاء الفقر في صناعة الموت فالتوك توك رمزية الغلابة والقطر رمزية المحرومين من سيارات فارهة كل هذا يحدث في ام الدنيا وكان فوضى موت القطارات باتت قصة يرسمها المصريون في قائمة الازمات وإلى أن تخرج نتائج التحقيقات فإن الحكومة المصرية التي حرصت في الأونة الأخيرة على ضبط مسلسل القطارات باتت تضع القضية على سلم الأولويات حرصا على إيقاف قصة موت جديدة بين المصريين